اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية دخلت عدة نقابات تعليمية موريطانية في اضراب عن العمل للمطالبة بالتحسين ظروف المدرسين والوفاء بالتعهدات الحكومية كما نظمت وقفات احتجاجية امام القصر الرئاسي بالنواقشوت وفي اغلب المدن الموريطانية في اطار انشطة الاضراب ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف المعلمين وفي مقدمتها زيادة الرواتب والعلوات وتلبية المطالب التي تضمنتها العريضة التي تقدموا بها في وقت سابق نقابات في التعليم الاساسي والثانوي في موريطانيا تدخل في اضراب عن التدريس يستمر لمدة خمسة ايام للمطالبة بتحسين ظروف المادية والمعنوية للمدرسين وتلبية بعض المطالب الملحة بمقدمتها زيادة الرواتب والعلوات ورفع بعض المظالم التي ظلت طي النسياني منذ سنوات إننا في هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الاساسي والثانوي نؤكد على ما يلي تنديدنا بالمخالفات التي ارتكبتها لدارة واعوانها ضد المدرسين المضربين مطالبتنا وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بإيقاف سياسة التجاهل لحراك المدرسين وذلك بفتح مفاوضات فورية تلب المطالب الستة لإضراب الشموخ إضراب نقابات التعليم وصفت الحكومة الموريتانية بالشرعي لكنها دعت من يقف وراءه إلى النظر بموضوعية إلى ما قامت به خلال السنتين الآخرتين من تحسينات هامة لظروف المدرسين ضمن خطة سبق الإعلان عنها في إطار مشروع تثمين مهنة المدرس وعدة بالمزيد كلما سمحت الظروف بذلك وعندهم الحق في ضربوا ويقال هذه المطالب اللي هي مطالب المدرسين كاملين والوزارة طموحها والحكومة طموحها بعلانها تحصل المدرسين وتلبي لهم أكثر من هذه المطالب والقضية ما هي كيف قال حد في السؤال وقضية تصامم والله لدي ذراع العكس القضية هي قضية نظر الأمور بطريقة واقعية وتحقيق الممكن حسب هيئة تنسيق المشترك بين النقابات التعليم الأساسي والثانوي فإن إضراب المدرسين نجح بنسبة فاقة الخمسة والثمانين بالمئة بينما قللت الحكومة الموريتانية من أهميته لتبقى المخاوف قائمة حول تأثيراته على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية توقف عن التدريس وتنظيم وقفات احتجاجية في أغلب المدن الموريتانية خطوات أقدمت عليها النقابات التعليمية للضغط باتجاه تسوية بعض المطالب الأساسية بما تؤكد الحكومة الموريتانية مضيها في تطبيق سياساتها المتعلقة بالنهوض بالتعليم محمد حيد قناة الغد ناقشوت من ناقشوت نرحب بسيد سيدي باب صالحي عضو المكتب التنفيذي الاتحادية العامة لعمال التعليم سيد صالحي أهلا بك على شاشة الغد الحكومة الموريتانية تقول أنها قامت بتحسينات ربما كنت طالبتم بها في وقت سابق طالبت من المحتجين إعادة النظر في التحسينات التي قامت بها أو الخطة التي قامت بها في سنتين الماضيتين ما الذي قدمته للمدرسين وما الذي يحتج عليه كل الذين هم في قطع التعليم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحكومة قدمت بعض زيادات الهامشية على بعض العلاوات الزهيدة التي تصرف لضعض المدرسين ضعضة ثلاثة أشفر هذه العلاوات شملت علاوة البعد تخص بالأرياف والمناطق الهامشية وضافت زيادة علاوة الطبشور لكن المشكلة في هذه الزيادات أنها لا تصرف شهريا للمدرسين لكي يستفيدوا منها في نعاشهم اليوم نحن في هيئة التنسيق المشترك قدمنا عريضنا طلبية مشتركة وهي أول مراجعة رواتب عمال التعليم عموما والمدرسين خصوصا هذه الرواتب لم تراجع نذو نشأة الدولة الموريتانية حتى اليوم مع تدهور العملة ومع ارتفاع الأسعار الرواتب ظلت تشهد زيادات طفيفة كل مناسبة لكنها لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الموريتانية لذلك طالبنا بمراجعة هذه الرواتب وتكييفها مع الكلفة المعيشية للعامل الموريتاني حتى تتوائم وتوفر عيشا كريما لهذا المدرسي والعامل والعمال التعليم العموما طيب ما تبررات الحكومة في ذلك؟ لماذا تكون هذه الزيادات؟ لماذا تكون قليلة أو زهيدة؟ وأيضا إضرابكم أو إضراب المدرسين إلى أي مدى سوف يطول أو إلى متى سيطول ذلك خاصة ونحن في آخر سنة الدراسية؟ إضراب المدرسين مدته ستة أيام ينتهي من السبت القادم هيئات النقابية المضربة تضع في الحسبان جيدا أن الإضراب ليس هدفا وليس غاية وإننا هو وسيلة للفت انتباه الحكومة إلى أن المدرس يعاني لنمارفية نعيشية صعبة الحكومة ضررت هذا بأنها قامت بزيادات لكن ميزانية وزارة التعليم ربما فيها عجز كبير ولا تسمح لزيادات معتبرة للمدرسين نحن نطالب الحكومة بأن تخصص نيزانية كبيرة لقطاع التعليم ويستفيد منها المدرسون أولا وتخصص هذه الميزانية أيضا لرواتب المدرسين وللوسائل التي توفر تعليما ناجحا للمدرسين ذدل ذهابها في النشارع وفي الورشات وغير ذلك شكرا جزيلا لك السيد سيدي باب صالحي عضو المكتب التنفيذي الاتحادية العامة لعمال التعليم على كل ما تفضلت به كنت معنا من وقشوت اشتركوا في القناة